وخلال فعاليات اجتماع كوبنهاجن شاركت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوصفها المنصق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم كوب 27 في الاجتماع الثلاثي الذي عقده سامح شكري مع رئيس مؤتمر المناخ الحالي كوب 26 ووزير المناخ والطاقة والمرافق الدنمركي كما شاركت ياسمين فؤاد في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري رفيع المستوى والذي شاهد حضور وزراء ورؤساء وفود أكثر من 50 دولة هذا وتشارك وزيرة البيئة في الجلسة الأولى للتكيف برئاسة مصر والتي تهدف لخلق مناقشات مفتوحة وصريحة بين المشاركين وتركيز على تحقيق أقصى قدر من التقدم نحو حلول مشتركة